تشتد عاصفة التظاهرات في العراق وتأخذ في دورانها المتسارع أحزابا وميليشيات باتت أسماؤها محط نقمة الغاضبين وأنوانا عريضا للفساد الحكومي المستشري في البلاد ولأن المريب يكاد أن يقول خذوني ولانعدام الحيلة وانكشاف المستور حذ حكام العراق الجدد حذ وباقي الحكام الثائرة عليهم شعوبهم فحاولوا عبثا ركوب الموجة كالقاتل يمشي في جنازة الضحية يدفع قادة الكتل والأحزاب السياسية باتجاه الصعود في مركب التظاهرات بإعلانهم دعمها لإحاء بأنهم ليسوا المستهدفين بتلك الاحتجاجات بعد اتساع رقعتها وارتفاع سقف مطالبها من كهرباء وماء وعيش كريم إلى إسقاط النظام ككل ومن سخريات القدر كما يقول مراقبون أن يكون نور المالكي وعمار الحكيم من أوائل المحاولين عندما طالبوا بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين وتوفير الحد الممكن من الخدمات متجاهلين تمزيق المتظاهرين لصورهم وإحراق مقرات أحزابهم التي قال عنها المتظاهرون إنها أساس الفساد الحكومي في العراق خوف القوى الحاكمة من انتفاضة الجنوب تجلى بتعليق شركاء العملية السياسية لمشاوراتهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة كما كشف عن طبيعة المخاوف لدى الأحزاب من استمرار المظاهرات ثم بالنتيجة إسقاط نظام قائم على أساس طائفي در على تلك الأحزاب مليارات دولارات لكن الواقع يقول إن مثل تلك الدعوات لن تجد لها صدا في الشارع الذي جرب تلك المنظومة لخمسة عشر عاما أخذت البلاد من حفرة إلى هاوية ثم مستنقع كبير من الأزمات في إطار حلول لا ترقى حتى إلى محاولة ترقع ما لا يمكن ترقعه